موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الخامس الإعداد أهلاً وسهلاً بكم في درس من دروس الوحدة الثانية درس الأبحاث وهو حقوق الأولاد والأبوين عسيس الطالب الأسرة هي نواة المجتمع الإنساني ومصدر راحته وسعادته وقد شيدها الله تعالى على أسس المودة والرحمة فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقد قرر الإسلام لحفظ كيان الأسرة وسعادة أبنائها أحكاماً وجعل لكل فرد منها حقوقاً وعليه واجبات ومن ذلك حقوق الأولاد على الأبوين ومنها ثبوت النسب أول الحقوق هي ثبوت النسب إذا تزوى رجل وامرأة وولدت مولوداً بعد ستة أشهر فأكثر ثبت النسب ولحق الولد بأبيه وثبتت له سائر الحقوق الحق الثاني هو الرضاعة والإنفاق الرضاعة حق للطفل لأن لبن الأم أنفع غذاء له منذ ولادته حتى فطامهم لذلك كانت واجبة على الأم كما يجب على الأب الإنفاق على المرأة قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذن واجب الأم الإرضاع وواجب الأب الإنفاق الحضانة الحق الثالث للأولاد الحضانة يحتاج الطفل منذ ولادته إلى من يقوم بتربيته وخدمته حتى يستغني عن ذلك والقيام بهذه الأمور هي المقصود بالحضانة ولذلك عرفها الفقهة بأنها تربية الولد من من له حق الحضانة وأولى الناس بحضانة الطفل أمه لأنها أكثر الناس شفقة عليه وقدرة على تربيته فيثبت لها حق الحضانة كما هو مثبت في كتب الفقه وتنتهي مدة الحضانة ببلوغ الطفل عمره المقرر شرعا وعند ذلك يضم إلى من له الولاية على النفس وهو الأب المسؤول الحق الرابع هو حفظ أموالهم فمن حقوق الصغار أن تحفظ أموالهم وتصال ومن حقوق الصغار ومن في حكمهم من الأولاد القاصرين كالأيتام حفظ أموالهم وإدارتها وتثميرها من قبل الأب أو من يقوم مقامه وإذا وصل الصغار إلى سن البلوغ مع العقل والرشد دفع إليهم أموالهم ليتصرفوا بها هم أنفسهم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بحفظ المال ومن ثم إذا صاروا كبارا مسؤولين راشدين دفعنا إليهم أموالهم والحق الخامس هو حفظ الأرواح وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فوجب حماية حياتهم ودفع الأذى عنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم إذن عزيز الطالب هذه حقوق الأولاد على الأبوين ثبوت النسب الرضاعة والإنفاق الحضانة حفظ الأموال وحفظ الأرواح نأتي إلى حقوق الأبوين على الأولاد فحقوق الأبوين على الأولاد من أعظم الحقوق ومن أقربها إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأبوين الأبوان عفوا هما سبب وجود الأولاد وشريكان في تربيتهما ورعايتهما قد بذلوا عفوا قد بذلا في سبيلهم الجهد الكبير والمال الكثير وما تبذله الأم أكثر مما يبذله الأب لذا عظم حقهما وأوصى الله بهما في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى قرن الله الأمر ببرهما وإداء حقهما الأمر بعبادته وحده وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان الذي علمنا حسن الدعاء ونسأله الإجابة ربي ارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم آباءنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء يا رب يا كريم والحق أن هذه الآية الكريمة جمعت حقوق الأبوين على الأولاد وما يجب على الأولاد من حسن الصحبة والمحبة والبر بهما ويدخل في ذلك وجوب خدمتهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجيني وكان الأولاد قادرين على الإنفاق والإمتناع عن إيذائهما حتى ولو بالكلمة البسيطة بل مخاطبتهما بالكلمة الطيبة والقول الجميل الحسن الذي يزيد في إكرامهما واحترامهما ويرفع من شأن المسلم وفي الحديث النبوي الشريف الذي ذكر فيه عظيم ومقدار الصحبة فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حين جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي هذا الحديث دلالة على أن حق الأم أكبر من حق الأب ومقدم عليه فمن حقهما على الولد أن يحسن صحبتهما غاية الإحسان وفي القرآن الكريم قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا والصحبة الحسنة بجميع معانيها وتبقى واجب على الولد حتى ولو كان مسلما وأبواه غير مسلمين إذن حزيز الطالب الأبوين هما سبب وجودنا بعد الله سبحانه وتعالى وهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا وهو وجود الأب والأم والعاطفة التي يحملانها لا يعوضها أي عاطفة في الكون يبقى الإنسان باحتياج دائم إلى حنان الأم وإلى حنان الأب وكلا الحنانين سبحان الله مختلف تماما فالإحساس بحنان الأم يختلف عن الإحساس بحنان الأب فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الجزئين المكملين حنان الأم رقة عطف انحناء حنان الأب تشعر به من خلال القوة من خلال بذله لك سبل الحياة العزيزة الكريمة قد لا يصلح كثير من الآباء والأمهات أن تبدي لأبنائها عواطفها ذلك خاص بالرجال أكثر من ما هو بالنساء ولكن عزيز الطالب وعزيزة الطالبة تيقنا أن لا حب خالص غير حبهما ولا حب خال من المصالح إلا حبهما فهما لا يريدان أحد أفضل منهما غيرك ولا يسعد بأحد ترتقي مكانته إلا أنت لأنك نتاج عمرهما وتعبهما فالأب والأم هما أثمن ما يكون لدى الإنسان وأفضل ما يكون لدى الإنسان فبدعوة من الأم قد يرقى الولد وترقى البنت والله إلى أعلى الدرجات وقد يدفع الله سبحانه وتعالى عنك ما لا يعلمه إلا الله بدعوة من الأم ودعوة من الوالد وقد ثبت في السنة النموية الكريمة أن دعوة الوالد لا ترد كما أن دعوة الصائم لا ترد ودعوة المظلوم لا ترد عدى الله الشخص الثالث الذي لا ترد دعوته هو الوالد فاختنم عزيزي وعزيزة الطالبة برهما والطاعة لهما فكما أنهما أدى أدى حقوقهم التي عليهم من إثبات النسب ومن الرضاعة ومن الإنفاق ومن الحضانة ومن حفظ الأموال وحفظ الأرواح هذه الحقوق الست أو السبع أو الحقوق الكثيرة التي يؤدونها إليك وأنت مرتاحا منعما بمكانك لا تدري كيف يأتي إليك الطعام ولا تدري كيف يدار شؤون المنزل ولا كيف عن أي أمر يدور حولك فقط تعرف حال نفسك كيف يأتيك الطعام لا تدري كيف يتم الإنفاق على البيت لا تدري كيف يتم تدبير شؤون المنزل لا تدري من يقوم بهذا العمل الشاق من يسهر عليك من يهيئ لك هذه الأمور المادية والمعنوية غيرهما فإذا هذه الحقوق التي قاما بها لك يجب أن تقوم أنت وتؤدي الواجب الذي عليك إليهما فما هو واجبك عزيزي الطالب وعزيزة الطالب أولهما طاعتهما اللين بالقول لهما التقرب إليهما الجلوس معهما حتى عد العلماء أن الجلوس مع الوالدين وانشغالك بهذا الجوال يعد نوعا من العقوق إذ إنك حضرت جسدا بلا روح فإهما محتاجين إلى وجودك روحا وجسدا فانظر عزيزي وعزيزة الطالبة أبسط الأمور تجعل الوالدين من أسعد الناس هي أن يروك مقيما للصلاة ذاكرا لربك ساريا على نهج رسوله لنا الكريم صلى الله عليه وسلم سيكون أسعد الناس ويكون من أشد الناس فرحا بهذا السلوك فإذن عزيزي وعزيزة الطالبة التحدث عن حق الوالدين لا يوفيه هذه الدقائق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعة الوالدين إلى أن نلقاكم في درس قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة